ليست أيام بايدن كسابقه بالنسبة لإيران التي بدت أكثر ارتياحاً دبلوماسياً عن ذي قبل بانتظار الخطوة الأولى ومن يخطوها ففي حين كدى الرئيس الأمريكي جو بايدن إصراره على تقييد طهران بالاتفاق شرطاً مسبقاً لرفع العقوبات أشار بالمقابل المرشد الإيراني علي خامني لأن إيران لن تعود للتقييد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية خطوة يبدو أن إدارة بايدن ليست مستعدة لها حتى الآن فيما يبدو أنها لعبة شد حبال تتعمد الإدارة الأمريكية الجديدة خلالها ابقاء الأجواء ضبابية ووضع شروط مسبقة باتفاق جديد تنضم إليه السعودية ويشمل مسألة الصواريخ الإيرانية ورغم هذا الإصرار لا تزال الشكوك تحوم حول مدى تمسك بايدن بهذه المسائل وهو الذي قرر شطب اسم ميليشيا الحثيين من قائمة الإرهاب بذريعة إنهاء الحرب في اليمن الأمر الذي اعتبر تقرباً لكسب ود طهران في الملف النووي على حساب دول الخليج العربي التي قطع عنها بالمقابل الدعم اللوجستي والأسلحة في اليمن في الكواليس وبانتظار أول تواصل مباشر بين واشنطن وطهران بدأت محاولات إنقاذ الاتفاق النووي بالفعل والتي يقودها محمد جواز ظريف والذي يراوغ بشكل أو بآخر بمساعدة أوروبا المترددة حالياً للإبقاء على الاتفاق النووي الذي أنجز في عهد بارك أوباما ونائبه جو بايدن الذين أوصلا الأمور في المنطقة إلى ما هي عليه اليوم من دمار يبدو جلياً في اليمن وسوريا والعراق بعد ترك إيران دون ما رقيب بينما تبدو الفرصة ذهبية حالياً لبايدن لو استغلها لإعادة تصحيح ما أفسده فهل يفعلها أم يكرر أخطاء الماضي؟ ترجمة نانسي قنقر